هل تارك الصلاة متهاونا كافرا كفرا مخرجا من الملة؟ لا شك أن تارك الصلاة متهاونا يكفر كفرا مخرجا من الملة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والكفر إذا عرف الألف والنعم فإنه يعني الكفر الأكبر المخرج من الملة وقال سبحانه عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فقرنا ترك الصلاة مع التكليف بالدين أدل على أنه كافر والعياذ بالله قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين أدل على أن الذي لا يقيم الصلاة أنه ليس من إخواننا في الدين ومعنى هذا أنه يكون كافرا